بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلا يا أهل بيتك المظلومين سيما يا سبطك وريحانتك غريب كربلا أبي عبد الله الحسين يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا صلى الله عليك سيدي وعلى السبايا من أهل بيتك الكرام قد أودعوا قلبي عشية وادعوه غصصا تؤججها عيون تدمعوه أبكي 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 فلا حرقي تجفف أدمعي كلا كلا ولا تطفي الحريق الأدمعوه شباب أسترعي الانتباه قد أودعوا قلبي عشية وادعوا غصصا تؤججها عيون تدمعوه أبكي أبكي فلا حرقي تجفف أدمعيه كلا ولا تطفي الحريق الأدمعوه لله يا أهل الله أقمار أفلن بكربلا ولها يا 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 ولها بيثرب والمحص بمطلعوه طفبي على واد الطفوف وقل له مستعبري أعلمت من بك مودعو فيك الذي أشجى البتول ونجلها يا 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 وبه النبي وصنوه متفجعو يا وبه النبي وصنوه متفجعو يا أجعو فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعو ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضعو ما صار ذاك اليوم؟ دمه يباح ورأسه فوق الرماية وشلوه بشب الصفاح موزعو ويا لدار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناس يا ببسي يشبه دورها على اللي في المخيف يا ايف بياض العين بصبيها يا ايتكا وما يرلى حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون في الخبر عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال شاء الله أن يراني قتيلة ولما سئل عن عياله قال شاء الله أن يراهن سبايا تعجيلا لفرج إمام زماننا صلوات الله عليه وشمولنا بخفية ألطافه وتسديداته عطروا مجلسكم بالصلوات ما شاء الله خوش صلوات هاي تستحقون عليها بشارة سئل إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام قيل له بما مضمون الخبر بأي شيء نال إبراهيم مقام الخلة نبي الله إبراهيم ماذا كان يصنع حتى بلغ أنصار خليلا لله قال لأنه كان يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله صلوات هاي تبشروا بخير تستحقون بشارة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى علي مره التفت لعظمة هذه الرواية من صلى علي مره صلى الله عليه في ألف صف من الملائكة ألف مره الله صلي على محمد وآل محمد بيض الله وجوهكم لغابة هذه الأصوات في مجالس أهل البيت عليهم السلام أحبتي كثير من الأحبة يطرحون هذا التساؤل لماذا خرج الحسين عليه السلام شباب هي كلها دقائق بخدمة هذه الوجوه الطيبة وإن شاء الله الملة يتفضل يصعد ونوسم الصدور في هذا اليوم فقط أسترعي الانتباه لهذه المطالب اللي راح أذكرها كثير من أحبتنا شبابنا أبنائنا يطرحون هذه التساؤلات ليش خرج الحسين عليه السلام شنو الثمار والفوائد اللي حققها سيد الشهداء بخروجه صلوات الله عليه لماذا خرج سنة ستين ولم يخرج قبل ذلك والحسن المجتبى عليه السلام استشهد سنة خمسين للهجرة إيش معنى ما خرج الحسين قبل سنة ستين للهجرة ما هي المتغيرات التي حصلت سنة ستين للهجرة وما كانت قبل ذلك السؤال واضح لو لا شبابنا تبهوا لي إذا أردنا أن نجيب على هذه المجموعة من التساؤلات ليش خرج الحسين عليه السلام سنة ستين ما خرج قبل ذلك ما هي الفوائد المترتبة على خروج سيد الشهداء صلوات الله عليه إحنا اليوم في عصرنا الحالي ما الذي استفدناه من سيد الشهداء عليه السلام نحتاج أن نقدم مقدمات لأن هذه المقدمات راح تجاوبني عن هذا التساؤل اللي يقول شنو المتغيرات الزمانية اللي حصلت سنة ستين للهجرة وما كانت قبل ذلك يعني سنة خمسة وخمسين للهجرة ليش ما خرج السيد الشهداء طبعا يكون بعلمكم أحبائي شباب ننتبهوا يكون بعلمكم أن الحسين عليه السلام حجة الله على الخلق وأمين الله بين عباده يشيرون الأحبة ضاق بهم الوجود في البدخل إن شاء الله أنت وبمكانك تتقدم خطوة إلى الأمام بعد ما أن تصلي على النبي وآله رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد خطوة إلى الأمام استريحوا شباب خطوة إلى الأمام استريحوا بيض الله وجوهكم بارك الله بكم ما شاء الله ما شاء الله استريحوا شباب استريحوا أشتيتكم على هذا التنظيم على هذا التفاعل هذا الاستعداد بارك الله بكم الله يبيض وجوهكم مذخورة عند الحسين عليه السلام إن شاء الله حتى نجاوب على هذا التساؤل ليش الحسين ما خرج قبل ذلك نحتاج أن نشوف شن المتغيرات قبل ذلك يعني نرجع إلى أيام وجود النبي آخر أيام وجود النبي صلى الله عليه وآله وحتى نعرف إحنا شن المتغيرات هناك رح نجاوب بعدين أنه هذه التغيرات يا ترى هل مكثت الأمور كانت على طبيعة الحال لو تغيرت التفت النبي صلى الله عليه وآله هذا يوم كلكم لعله حافظيها القضية هذه أنه في آخر أربعة أيام من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله النبي جمع أهل بيته وأصحابه قلهم هلموا أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا تعالوا أكتب لكم كتاب أنتوا بعد هذا الكتاب ما يصيبكم الضلال نهائياً ما يصيبكم الضلال نهائياً أسئلك سؤال الجماعة عرفوا شيء يريد النبي يكتب له لا يعرفون يدرون ليش من قللهم رسول الله صلى الله عليه وآله قالهم لن تظلوا بعدي أبدا هاي الجملة من سمعوها عرفوا شون يريد يكتب لأنه قبل أيام من هاي الحادثة قللهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما شنو عفية لن تظلوا بعدي أبدا هاي الجملة يعرفون رسول الله من يريد يقول هاي الجملة يقول كتاب وعترة انتريد شلون لما يقول لن تظلوا بعدي أبدا يعني حيقول لهم أنا عايفلكم الكتاب وعترتي أهل بيتي زين لما قل لهم هلموا أكتبوا لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا عرفوا شيري ديكتب ولذلك الجاوب قلوا لحسبنا كتاب الله إحنا مكتفين بالكتاب هذا الشيء الثاني اللي ويا الكتاب تريد تقوله اللي هي العترة هذا الأمر الثاني إحنا ما محتاجه إحنا نريد بس الكتاب يكفينا حسبنا يعني يكفينا كتاب الله هذا الشيء الثاني اللي انت تريد تحط النياه وتوصي به إحنا لا حاجة لنا به هاي المحطة اللي هي كانت يوم الخميس آخر يوم خميس من حياة رسول الله النبي صلى الله عليه وآله رحل عن الدنيا يوم اثنين كان على المشهور يوم الاثنين يوم الخميس آخر خمس تيام أو أربعة تيام من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله آخر خميس في حياة النبي لما قل لهم تعالوا أكتب لكم هذا الكتاب انشقوا إلى قسمين هذه أسترعى لانتباه شوابنا هذه أول محطة انحراف رسمية في الأمة انحراف رسمي أول انحراف رسمي وجد في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل علني هالشكل وبحضور رسول الله صلى الله عليه وآله إحنا يا رسول الله هذول الاثنين التي تعينناهم واحد من أعدهم ما نريده واتهموا رسول الله صلى الله عليه واره تهمة لحرمة المنبر أنا ما أذكرها قلكم حافظيها وتعرفون إن رجل كذا اللي صار هناك رسول الله قال لهم قوموا عني طردهم فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليها حالتي أنا وسوء حالتي وتدهور أحوالي على هذه الحالة أنا هواي وضعي أحسن من هذا اللي أنتوا تتهموني به قوموا عني طردهم النبي صلى الله عليه وآله اللي صار شنو اللي صار أكو مجموعة معلومين معروفين من أمه هذولا ادعوا أنه إحنا نكتفي بالقرآن بمعية القرآن أحد ما نريد إحنا بس القرآن يكفينا هذولا اشتوا علنوها من ذاك اليوم أنه إحنا أمة قرآن ما عدنا شيوية القرآن بمعية القرآن ملازم للقرآن قرين للقرآن ما عدنا إحنا بس القرآن مكتفين به هاي أعلنوها بشكل رسمي مع أن النبي اد ما قالهم أني تاركن فيكم الثقلين صور لهم الإسلام شوف الآن أريد أصور لك شوف هذا السقف الآن هذا السقف افترض هذا السقف هو الإسلام وأكو دينكتين بتعبيرنا إسطوانتين الإسلام متكع على هاتين الإسطوانتين اللي هما القرآن وشنو والعترة عفيا الجماعة نحوا إسطوانة إسلامهم واقف على إسطوانة واحدة اللي هي شنو ادعوا أنها إسطوانة القرآن الإسطوانة الثانية رفضوها مثل واحد يأتي مهندس الآن بناية عنده على الدينكتين قاعدة يوخر إسطوانة دينكتين يقول إحنا نكتفي بهذه الدينكتين بقى إسلام الجماعة على هذه الحالة أنه إحنا إسلامنا إسلام قرآني مو إسلام قرآن وعترة لا إسلامنا إسلام قرآن فقط واستمرت الحالة هالشكيل حتى بصفين هم نفس الحالة لما ضاقت بهم والأنفاس رفعوا على رماح شنو يقش رفعوا على رماح المصاحف ليش يردون يقولون يابا إحنا ترى أمة شنو أمة قرآن الحالة مكثت هالشكيل والدنيا مشت من شهادة من رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى قريب سنة ستين للهجرة عندما هلك والي الشام وحل محله منه ولده يزيد بن معاوية اللي صار حين ذاك شنو هذا مجرد أن ولي الخلافة إش قال أعلن بشكل رسمي هم اللي قبله كانوا يقلون إحنا أمة شنو قلنا أمة قرآن هذا شنو قال لا إحنا حتى مو أمة قرآن حتى هاي الإصطوانة الثانية من إحنا ما محتاج هي لذلك إش قالهم قالهم لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي هذا حتى الإدعاء اللي إدعو اللي قبله كانوا يقلون إحنا أمة قرآن حتى هذا الإدعاء هم رفضة كفر حتى بالقرآن ولذلك شوف يعني هنا شنو يتحقق تحقق أن الإسلام يكاد أن ينهار لا إصطوانة قرآن ولا إصطوانة عترة شوف كلمة للحسين عليه السلام تختصر هذا الكلام كل اللي قلته إش قال سيدي الشهداء صلى الله عليه قال فعلى الإسلام السلام إذ بلية إقرأ على الإسلام شنو السلام إذ بلية الأمة براعا كمثلي يزيد وهذا اللي صار أيها الأحبة هس قد تسألني أنه زين سيدي الشهداء روحي له الفدا خرج يزيد وين أسئلك يزيد وين كان يوم ذاك في الشام صح لولا يزيد عليه لعائن الله في الشام زين سيدي الشهداء وين راح إلى الشام حتى يسقط حكومة يزيد إلى أين ذهب إلى العراق أحسنت إذا كان القصد إسقاط حكومة يزيد خو سيدي الشهداء يروح إلى الشام صح لولا إش معنى متوجه إلى العراق إذن الغاية المنشودة لدى سيدي الشهداء صلوات الله عليه شيء آخر يعني يزيد هو بذاته سقط أو لم يسقط هي مو هاي القضية أفرض سقط يزيد يأتي واحد يتحكم على رقاب الناس أسوأ من يزيد ربما القضية إلى الآن نحن نجني ثمار سيد الشهداء صلوات الله عليه شلون شوف عد ما قال سيد الشهداء شاء الله أن يراني قتيلا مو فقط هو أن يقتل روحي في ده لا المشروع متكامل هذا المشروع يحتاج يحتاج دماء ويحتاج سباء أيضا يعني مو فقط دماء تراق بس لا أكو عنوان إن شاء الله أن يراني قتيلا فيقل لابن عبازين إذا كان الأمر كذلك ليش أنت ماخذ العيال والنساء قال وشاء الله أن يراهن سبايا هذه المحورين قتل يعني إراق الدماء و ركب السباء هذني شينطا هذني هن في الواقع هن المحاور اللي سيد الشهداء استعملهم على المدى البعيد استلعي الانتباه قد يجي سائل يسأل يقول زين الحسين ليلة عشراء قالهم الأصحاب قالهم القوم ما طلبوا إلا إياي زين إذا الحسين عليه السلام الجماعة ما يردون إلا سيد الشهداء ليش أبو عبد الله قدم أهل بيته وأصحابه والنسوة سبايا إذا الجماعة ما يطلبون بس الحسين وكان بالحسين عليه السلام كفاية وأنعم وأكرم كان الحسين عليه السلام وحده يقتله بس وتتحقق النتائج طبعا لا يخفى عليكم الحسين عليه السلام حجة الله في الأرض وأمينه في أرضه القرآن الكريم شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض شنو عفزه ما شاء الله هاي الثقافة الشيعية الثقافة الإيمانية هواي تعجبني مجالسكم أحبائي سيدي الشهداء هو ممن أورثهم الله الأرض ومن عليها وريث الله في الأرض ما يحتاج أن أنا أجي أستقرأ له حتى أقول هذا كان اللي لازم يسويه هذا اللي دي يسوي لا بس حتى إحنا نخوض ببعض التفاصيل حتى نجني بعض الثمار من هذا البحث شوف اليوم تصور جنابك عندك فتزولية بالبيت سجادة أصابتها مثلا مقدار من النجاسة هذه النجاسة مفسدة تعتبر جنابك أنت افترض هيك فرد فرضية أنه هذه السجادة حتى تطهر تحتاج مثلا خمس لترات من الماء افترض هيك فرضية هل رقعة هذه الصغيرة اللي يبيل السجادة بالزولية احتاج لها خمسة لتر من الماء لتطهر سؤال لما افترضنا أنه خمسة نحتاج أربعة يعني ما رح تأدي الغرض صح لولا وستة شنو رح يكون واحد فائض هيك هدر يروح بالدقة بناء على الفرضية بالدقة اللي نحتاج خمس لترات من الماء زين هذا المثال ليش جبت أنا أريد أقول هالكلمة أن سيد الشهداء صلوات الله بالدقة شخص المفسدة اللي مشخصها روح يفدا بالدقة كان يحتاج لها هالمقدار من الدماء أن تراق على الأرض شاء الله أن يراني قتيلة أوليلة عاشورة أخبرهم لهم يوم يوصل إلى كربلاء يخبرهم ها هنا محط رحالنا ها هنا تقتل رجالنا بالطريق يمشي يقول لهم القوم يسيرون والمناية تسير خلفهم طالع من مكة يقول من لحق بيستشهد طالع من المدينة شاء الله أن يراني قتيلة هو يسير حفدا وينبئ أنه هذه نهايتها قتل في سبيل الله هذا القتل بالدقة اللي كان يحتاج سيد الشهداء هالمقدار من بذل الدماء بالدقة أصحابه هل قد أهل بيته هل قد حتى بعض رضع قدمهم سيد الشهداء هذا بالدقة اللي كان يحتاج أبو عبد الله الحسين عليه السلام لإنعاش الإسلام من جديد لإعطاء إعطاء قوة للإسلام وإرجاع إلى نصابه كان يحتاج هالمقدار من الدماء أن يبذلها سيد الشهداء صلى الله عليه فالآن المحصلة التي وصلنا لها أنه أكو شغلات تغيرت سنة ستين ما كانت قبل ذلك لا بزمان الحسن عليه السلام ولا بزمان أمير المؤمنين وهي أن خليفة المسلمين ذاك اليوم كما يسمونه كافر بالقرآن وبالعتر وهذا فرق شيء ما يسكن عنه وهو الحسين سلام الله عليه عليه قال شاء الله أن يراني قتيله فعل الإسلام السلام إذ بلية الأمة براعن كمثل يزيد وبعدين هم بيّن لهم قال لهم هذا يزيد ترى مفضوح دي صارح بشيء اللي قبله ما صارحوا به يؤمنون به بس ما صارحوا به لذلك اشغال عن يزيد قال وإن يزيد رجل شارب للخمر فاعل للمحرمات هي تهاتي كل المحرمات معلن بالفسوق أكو فسوق أعلن يزيد اللي قبله شانو شانو مطمطمين علي بتعبيرنا ما علنوا عنه إجا هذا أعلن عنه فهذا كونه كان فذواح الطائش أعلن عنه وإلا ذاكم مشتغلا وبشغول مدستار وحسب الأصول حتى لا حد يكتشفها المشروع هذا اللي كشفت الزهراء عليها السلام بقضيتها في خطبتها تقل لهم هناك تقل لهم فلما اختار الحسيكة الشيء الشيء الدفين النفاق اللي مدفون تقول لهم النفاق اللي مدفون بيكم ظهر عليكم بشكل واضح سيد الشهداء سلام الله عليه أيضا يعبر شبيه لهذا التعبير يقول وإن يزيد رجل كذا معلن بالفسوق ومثلي لا يمائع مثله تبدو شون فعلى كل حال المحصلة الآن من هذا اللي تقدم كل شنو أنه ليش خرج سيد الشهداء سنة ستين وقبل ذلك ما خرج أولا نقول هو إمام هو أدرى بالحكم لكن بناء على هاي القراءة أكو متغيرات زمانية ومكانية أنه سنة ستين كان الخليفة ذاك اليوم منه اللي يرعى أمور المسلمين يزيد عليه اللعنة ومثل يزيد ما يسكت عنه هيك بحسب الظاهر الأمر الآخر ليش ما خرج الحسن عليه السلام لأنه ما كانت هاي المستجدات موجودة اللي صارت في زمن الحسين عليه السلام وهكذا الآن السؤال المهم شنو الثمار اللي جنيناها من خروج سيد الشهداء هذا السؤال اللي هو الأهم أنه الناس ماذا استفادت من خروج سيد الشهداء الجواب باختصار لولا سيد الشهداء لولا أبو عبد الله الحسين عليه السلام اليوم ما تلقى خير على وجه الكرة الأربية بملء الفم نقولها لولا الحسين عليه السلام ما تجد مسلم يصلي صلاة صحية هاي الصلاة شوفني الناس صلي صلاة صحيحة ما تلقى واحد يصلي قرآن ما حد يقرأ هذا القرآن ما حد يهتم به شنو أكو خير الآن إذا تشوف لك ناس تروح للحج كل سنة الناس تروح تحج ترى هاي ببركات سيد شهداء إذا تشوف ناس تصلي تصوم تحج تعتمر تزكي تخمس ترى هاي ببركات سيد شهداء انت متقر في زيارة في زيارة الأربعين الله يبلغنا وإياكم زيارة الحسين يوم الأربعين شهد قل للحسين بعد ما تسلم عليه تخاطب الله سبحانه وتعالى تقول وبذل مهجته فيك هاي هواي مهمة أن الحسين عليه السلام بدل مهجته في أي شيء في الله أحسنت مو السواد عيني أنا أنا شنو قيمتي أمام دماء سيد الشهداء هاي دماء الزاكية أشهد أن دمك سكن في الخلد هذا الدم الزاكي مو لواحد من مثلي وأمثالي يراق لا بذل مهجته في الله تركت الخلق طورا في هواك وأيتمت العيال لك مو شكل فيقل بذل مهجته فيك شنو الفائدة من هذا ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظلالة لو لا الحسين كان أكو ظلالة أبدية مستمرة في هذه الأمة لو لا سيد الشهداء عليه السلام ما تشوف في اليوم اللي إحنا قلت لك بعد ألف وثلاثمية وقرابة لثمانين سنة بعد نهضة الحسين تطلع فتوى من رحم الحوزة العلمية من زقاق صغير من أزقة النجف الأشرف تطلع فتوى لا عند قناة فضائية لا عند وسائل إعلامية لا عند أبواق مدرشين شي سموهين يطلع فتوى مجرد تعلن قلبت جميع الموازين شنو أكو موازين شنو أكو حسابات هاي الحسابات ستراتيجية مدري سياسية مدري شي سموها غيرت جميع المعادلات كلها بركات سيد الشهداء لولا الحسين عليه السلام وقيام سيد الشهداء صلوات الله اللي انت تقرأ في زيارة الوارف هاي الزيار اللي كلكم لعل له حافظين فقرات تقول لأشهد أنك قد أقمت أقمت الصلاة مجرد صليت وواحدة من معاني أقمت الصلاة يعني أديتها ولكن بها معاني أخرى مهمة وهي أنه بك قامت هذه الصلاة وبك ثبتت هذه الصلاة وبك دامت هذه الصلاة ولولاك والتفت أقد أقول لك هالك الكلمة هذه هذا واحد اسمه ابن شهاب الزهري من التابعين هذا يلتقي بأنس ابن مالك اللي يعدوه من صحابة رسول الله صلى الله وعلى وعلى يقول ل الأنس ابن مالك يقول لطوبة لك غزوت مع رسول الله وصحبت رسول الله وعاشرت رسول الله وخدمت رسول الله بالعافية عليك أنس يقول أنس صار يبكي فابن شهاب الزهري يقول ليش تبكي مو أنت وصحبت رسول الله وهاجرت ويا رسول الله وغزوت مع رسول الله وخدمت رسول الله ومثلك من يبكي يقول كيف لا أبكي اسمع هذه العبارة كيف لا أبكي ولم يبقه هذا نص في غاية الأهمية ولم يبق مما كان على عهد رسول الله عجيب أنس بن مالك يقول ما باقي شيء مما كان على عهد رسول الله يقول فسأله ابن شهاب الزهري التفت لهنان السؤال هذا المهم سأله شي قول لي يقول له هذه الصلاة شي لراسك شو انت توجهون شباب تبهل هذا السوال قلت لك في غاية الأهمية يسأل الأنس يقول له وهذه الصلاة وهذه الناس تصلي صلاة جماعة بالمساجد مليان الجماعات وهذه الصلاة فشي جاوب أنس بن مالك يقول أولي صنعتم ما صنعتم فيها هاي الصلاة لعبوا بيها لعب غيروا بدلوا ما تركوا حجرا على حجر أولئك القوم النتيجة شنو النتيجة يجي سيد الشهداء صلوات الله عليه يغير المعادلة أشهد أنك قد أقمت الصلاة بك هذه الصلاة دامت واستمرت وبك يا أبا عبد الله هذا الدين استمر أشهد أنك وأشهد أنك من دعائم الدين الله شلون عبارة دعائم الدين هذا الدين قلت لك أول شيء بداية مجلسنا الدين يصور النبي كمبنى سقف الدعامات أو الدعائم هاي الاصطوانات اللي تدعم قيام ووقوف هذا الدين تقول وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين أنت من أركان المؤمنين تلك الأركان الوثيقة اللي يستند عليها المؤمنون في دينهم ولذلك حق قوله من قال السمن قائل العبارة هذه ما أدري ولكن عبارة في غاية في منتهى الدقة أن الإسلام محمدي محمدي الوجود حسيني البقاء والخلود فرد عبارة في منتهى الكمال أن هذا الدين ببركات أبي عبد الله الحسين مكث وهذا الدين ببركات أبي عبد الله الحسين استقام قام صلوات الله وسلامه عليه باذلا مهجته في ربه من ثمار هذا القيام من ثمار هذا القيام أن الدين استمر إلى يوم هذا ولذا شك واحد اليوم يقرأ قرآني صلي صوم يحيج يعتمر شيء أدي من واجبات فهو مدين لسيد الشهداء صلوات الله عليه ولذلك شوف الآن هذه المجالس تقام في كل مكان نحن وفاء لأبي عبد الله الحسين هذه المجالس نقيمها ونحضرها ونكثر السواد فيها ونبكي فيها ونلطم فيها وإن شاء الله بعد مجلسنا هذا نكمل الملة الله يحفظه وملة عبد الرحمن نوسم الصدور ويا إن شاء الله هذا كل أداء ووفاء لحق أبي عبد الله سلام الله عليه فنرجع أن الحسين ما قدمه من دماء وما قدمه من سبي للعيال هذا كان بالدقة وما يحتاجه الحسين لدفع المفسد عن هذه الأمة حتى يستقيم الدين ويبقى هذا الدين وثمار هذا القيام إلى يوم القيامة تستمر إلى ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى له الفرج اللهم ثبتنا على القول الثابت في ولاية علي وآل علي يا الله إلهي لا تسلبنها الحضور والتفاعل وتكثير السواد في مجالس أبي عبد الله وإقامة العزاء والمواساة لسيد الشهداء صلوات الله عليه لابد أن يقتل هو ومن معه هذا اللي كان يحتاج صلوات الله عليه بعد وشاء الله أن يراهن سبايا هذا المقدار هم من اللي يحتاج من السباء وإعلم أن لو كان الحسين عليه السلام بحاجة أن يقدم عيال ضحايا لهذا الدين وضحايا لربه كان قدمهم قرابين لله سبحانه وتعالى ولكن هذا اللي كان يحتاج من القرابين لله سبحانه وتعالى وهذا اللي يحتاج من السباء اللي يقدمهم في ركب السبايا اللي في مثل هذا اليوم أيها الأحبة القوم يردون يأخذون عيالات الحسين إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام والله يعز على كل غيور شوف أكو جملة في زيارة الناحية تحرق القلب تحرق للقلب تحرق والله زيارة الناحية هي فرد مقتل كأنما مروي عن إمامنا بقية الله صلوات الله عليه هناك أكو جملة قلت لك إخوائي مؤلمة الإمام يخاطب سيد الشهداء يقول له وسبي أهلك كالعبيد على أقتاب المطيات تلفح وجوههن حرور الهاجرات الله شون تعبير أنا حرق قلبي على بنات الرسالة ذاك اليوم يردني طلعا من كربلا إلى الكوفة بها حالي طلعا ذيكي تيجي إلى الجمال تقول له أريد أودع أوليدي هاي تقول له أرد أودع والدي ذيكي تقول له أودع أخويه أكو وحدة راح أذكر الكياها لما تيجي إلى الجمال أنا ما راح أقول لك بس أنت راح تعرفها مني أنا أقرأ لك بيت النعي أنت راح تعرف مني هاي بس ركزوا يا أيا يقولون إجت واحدة منكسرة بأبي هي وأمي قلت لي جمال لابني أردى وادعاه مني هاي أحرق قلبك بيها أسمع قل لي جمال لابني أردى وادعاه آه ناردى شيم ناحرى وارضعا هاي عرفوا تمني هاي هاي إلها موقف يوم عشوراء بالليل البارحة بالليل إلها موقف عجيب افتقدتها زينب عليها السلام طلعت من الخامة شافت هديالب بالأجساد عند جسد أبي عبد الله إجت عليها قلت الهرباب ماذا تصنعين أنا كل شوية مضيع وحدة منكم ماذا تصنعين هنا قلت لها سيدتي قدر اللبن على رضيعي وجئت أبحث عنه هذا الشاعر يصور هالمعنى هذا أريد أقرأ لك هالبيت تقول رباب الصيح يا زيانب عبد الله أريد أولي يدي وحن علي صدري أولي يدي وحن علي صدري وريا يدي الساعة رضع عنه ش تقولها زينب قالت بعد ما يرضى الله قالت بس شمنه وعالج سهمل بنحره كون أقدر عليه جيره أين الصارخون وحسين اتلاث مرات يوم ضجيج على الحسين ثلاثا بأعلى الأصوات صحو نادي وحسين بيض الله وجوهكم بنات رسالة بعد يردني طلعا رايحين إلى الكوفة آجركم الله أحسن الله عزاءكم يقولون لما مرت الجمال النياق أرادت زينب أن تلقي بنفسها على الحسين صاح زين العابدين عم زينب وادعي الحسين وأنت على ظهر الناقة ليش يا زين العابدين عم زينب إن نزلت من الذي يركبك وأنا مريض نحيف عم من بعيد وادعي الحسين هل يقولون أو مأت من بعيد لأبي عبد الله ادقل وادعتك الله يا عيوني أخويا وادعتك الله يا عيوني يردون عنك يأخذوني أبو علي الشمر وخوال ليباروني أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني يا أهلي الحمية ما تجوني من يد الأعاد تخلصوني أنا أشوفك مستعد أخذ من عندك النهاء يلا خل نودعويا زينب عليها السلام شو تقول لي ودعتك الله يا ذبيح المعاش رب ماي عناك يا نور العي إن شافرت بيتاما يمقطع الأوصايا لو يحصل على هواء ما فارقت جسمك يا بروح العزيز بعد شو تقول لي ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا نور عيني وناقتي عجفة وهزيلة ولا واحد بقى من أخوتي حتى اشتكي له بس العيلة وفاقنا قم قيدين هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحطر حاله فضلوا ملاكنا يا الله عظم الله وجوركم وحسن الله أعزائكم أنا أستثمر وجودكم النوعي وأريد أقرأ بيتهم من قصيدة قعدة قرأها خادم الحسين المرحوم الخادش شيخ حمزة صغير كتبها المرحوم شيخ عبد علي الخاتشي وهي خطاب زينب مع الحسين حين قالت له يا ابن أم انخيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو أكلت من لحمي فتقول خويا لو بيدي حسين لو بيدي حسين چن تظل يمك لو بيدي حسين چن تظل يمك وتوسد وياك واسبح بدمك يا ابن أم يلحان الأجل بينك وبيني بصوت المصيبة نادي الغريبة إذا الأخوة الله يحفظهم يحطون المستهل حتى نتعاون هالليلة لو بيدي حسين چن تظل يمك وتوسد وياك خويا واسبح يا ابن أم يلحان الأجل بينك وبيني بصوت المصيبة نادي الغريبة لو بيدي حسين چن تظل يمك وتوسد وياك واسبح يبدم يلا النشام ما شاء الله شباب لو بيدي يا چن تظل وتوسد وياك وتوسد وياك واسبح يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني بصوت المصيبة بصوت المصيبة أتنادي الغريبة أريد منك هالليلة وإحنا في يوم المصيبة يوم الحادي عشر أريد هالجمع وهالشباب وقدام وأصحاب المقام والسماحة هذا المقام انسار يوم الحسين من قلبك وترفع عيدك وياك وتصرخ وتصرخ للحسين يوم في جيعة وتواسي قلب مولاتنا عقيلة بن هاشم تاجراسي لوبدي يا حسين يوم 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 وتوسد ياك يوم 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 ويا الحال لجعل يوم 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 بقربي 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 ويلت بقربي يوم 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 وين الهواشم متى صيل وينها ابوانيتي دي سماع وينيني ابصوت المصيبة تنادي الغريبة تنادي الغريبة لو بيدي أحسين لو بيدي أحسين تنادي الغريبة وتوسدوا ياك ما شاء الله عليك واسباح يبدأ يبنمي الحال الأجوال ياب يبنمي الحال الأجوال ياب يبنمي الحال الأجوال ياب بصوت المصيبة بصوت المصيبة تنادي الغريبة معالي الغريبة القصيدة إلى الأديب المرحوم الشيخ عبد علي الخاتش الكربلاء يا غات شكرا شكرا من مشيت أدعتني ومن بعد دمع المواد ظلت عيوني على دربك شن تظن يا حسين ترجع ساعة ساعة لن مهرك يا خوي يصهل قلبه تقطع فرأت لب العاطف وروح الصبر هموالف وبهلهم مكلف وسباح دلال تقطع عليك الحسين يا أهل الغيرة خويه هاكي خيث قلبي وانطيني قلبك وانبقى بعدك يرعاني ربك خويه خويه يارات يا ابن أمي الحجار صكني بجبيني بصوت المصيب تنادي الغريب لو بيدي أحسين لو بيدي أحسين لو بيدي أحسين لن تصابر هاكي خوشي قرأيها هاكي خوشي قرأيها وتوسدوا يا أخويت يا ابن أمي الحالي أجعل يا ابن أمي الحالي صوت المصيبة بصوت الله الله علي تنادي الغريب قالت خوية خوية فردلي عليك الله انتبه لي شوفوا الصورة فردلي لعلى المعارة والجدم يسبق خيالي وقبل قلب الروح فرت هايمة دور الوالي واسمعيت صوت المصيبة من النحر يصراخ تعالي يا تعالي شوفي يا زينة بحالتي رأيس فصيل على الجثتي واتكفل انت بعيلتي وصارع جور الليالي صارع جور الليالي زينب خل دهري وعداي وجور الليالي ومن عقوب عناي باري وحيالي صبر يا أخويا والصابر حاسبي ومعيني بصات المصيبة بصات المصيبة تنادي ويا لي اتكفلت يحسيا منك اتكفلت يحسيا منك والمصيبة تكفلتني صوبك سهم المنية واش ما تصوبتني رأيت تنظر يا بنبوية للمصيبة لدوهنتني وتشوف بعيون الأثر معلومة من جور الدهر ما بين عدوان وخطار والمصايب آلمتني من طحيت يا حسين سلو ابني دهري وبس دمع عناي من عيني يجري يا بنبوية ساعة تعار صيرت بجفوف وديني بصات المصيبة تنادي الغريبة تنادي يلا آخر بيت لو بيدي يا حسين لو بيدي يا حسين واتوسدوا يا أكوة يا بنمي الحال الأجل يا بنمي هني آل يشارك الليلة بيانك بصات المصيبة بصات المصيبة تنادي الغريبة تنادي الغريبة أخيرا راح أردي أحسين عنك راح أردي أحسين عنك لش ما تبدأ مع عيني أمسيت أمسيت من بعدك غريبة لا خدر ومسلبين باليمين أنزم دليل وباليسار استرجبين ما بيان عيل مسلب واطفال تبش معذبة وبين لخيام الله بزادي ابن أم ونين أخويا ما ظلت خيام من عقب عينك حرقوها يحسين وفرت بنينك حاربت صبر وبالصبر ثابت يقين بصوت المصيبة تنادي الغريبة الله يحفظكم هذا واجبنا أن نذكر هذول الأطهار اللي يسلموننا ووصلوننا التراث وتم سامحون كل ليلة ثلاثة أربع ساعات جاء نقرأ صوت همات ماك ونحن مواساتا بالعقيلة سلام الله عليها لشاعر قل أصواتها بحات وهن نوائحون يندبن قتلاهن بالإيماء بالإيماء الله يحفظكم شباب المكان مزدحا فأسلم ننقوم للأطم بمكانك قوم أوقف جزاك الله خير انت بمكانك قوم أوقف رحم الله والدك رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد الله صلي على محمد آل محمد يا الله هلب الشباب هلب تاج راسي لجلال عين ساة شعب ايزي ينبتي وينوتنا يعدي أخويا ويا روحي العادي يا ابن أمي وصبي عيني هلبو يا ترضى شمير ساة شعبين هلبو يا هلب يا حسين يلذي تركب طرفي لساني 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 وأنا جاي الخدمتك الليلة يا الله وحاق راية وحاق راية أخوك وجير بتاويتش وحاق راية أخوك وجير بتاويتش عليك الدمع يا بوليم ماتين شف عليك الدمع يا بوليم ماتين شنقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أعلى أعلى يا أبا عبد الله 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 شكرا للمشاهدة 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 يا أبا عبد الله شباب أنا خيك وخادمك إذا تعبد قل له نقتم يوم مصيبة عمي راحة الدنيا ويهلها أموالينه راحة الدنيا ويهلها شوكت إي 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 إنت إنت أقرأ ترى دو دليلة راحة الدنيا من عقب عين الكفلها زينب بلا أخو زينب ماكو حامل يفزع هاليوم هاليوم زينب بلا أخو زينب دارت الدنيا يا ناس يهل الغيرة دارت وصفة وصفة راحة الدنيا ويهلها من عقب عين الكفلها زينب بلا أخو زينب راحة الدنيا ويهلها من عقب عين الكفلها راحة الدنيا ويهلها من عقب عين الكفلها زينب بلا أخو زينب ماكو حامل يفزع زينب بلا أخو زينب ماكو حامل يفزع سمعني يا ولدي سمعني تاج رأسي غيره غيره اسمع اسمع غيره عليك الحسين احرق احرق اجزع الليلة راحة الدنيا ويهلها من عقب عين الكفلها راحة زينب 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 اللهم زينب ماكو حامل وشفى وشفى يا الله زينب زينب ماكو حامل يفزع ماكو حامل ماكو حامل يفزع كان يا يما كان كانت سيدة تدعي الأميرة كانت من تريد تطلع تطلع ويا هالعشير تطلع ويا هالعشير مخش الله أكبر مخش بمحمل هحد فصلا تفصال غير يفصلا تفصال تطلع 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 العمر تنوخ زينب بسير وتنوخ زينب مخش تطلع 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 هاس vont تطلع نقطر تطلع منها تطلع وماكو سيد تطلع تطلع منها تطلع تطلع الله الله ماك أعد أعد زينب بلاخو زينب زينب بلاخو زينب ماكو حا إلى خادم الحسين الشاعر حيدر ترك الكربلائي زينب الله زينب ستري التباق أنا أحبهي تشعر ترى زينب ستري التباق بوكتبي ماكو شهام بتعليلوا ما أخذوها بتعليلوا ما أخذوها ع الشراف نقرس سلامة أي ع الشراف نقرس سلامة يا أجنبي شكراً إلى بنت النبي شكراً إلى بنت النبي شكراً إلى بنت النبي يا أجنبي يا أجنب يا أخو يا أخو يا أجنبي يا أعجني يا أحيان أنا أجننا راحت الدنيا كفو كفو زينب لأخو زينب حجاب هيرة راية محم عفي عليك حجابها راية محم ما تطيح بداني الراية ظنهم شوية العقيل أربط ظنهم شوية العقيل بس بي طلعته آية بس بي طلعته آية شمولا يلطاب بلا كفيل ولا حماية الذينة حياة على الشرف والعالم كبرى ويقى والدها سلطان علي علي والدها زحمتين على السباية زحمتين على السباية الجانبو فاضل سماه ها الشمر عقب السباية الجانبو فاضل سماه ها الشمر عقب السباية وليا كلمة سباية زينة تخل باس غزلها زينة براحة الدنيا ويهلها راحت شون مجلس هذا ما شاء الله ها الشمر عقب السباية ها الشمر عقب السباية شوفها البيت ها مولاي خادمك تاجراس تؤمرني حيدر ترك الكربلاء زينة بالمحة غيرت لمحة ها يا عمت السادة زينة بالحر الأبي البارل للعيف فأرسل نبي شاء أرسل ها هي نبي شاء أرسل بعلك مويا زينة بالمحة تلمحة زينة بالحر الأبي البارل البارل للعيف فأرسل نبي شاء أرسل أرسل ها هي زينة بولت لتدخل في دواونا أرسل 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 لتدخل في دواونا أرسل 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 وقت أرسل لتحضر لها بها الرزية يتحضر لها أرسل مدللة عباس وحسين ونهون الدواء مدللة عباس ونهون الدواء من عقب عنا بفضل ياهولي نزل حملها ياهولي آخر جواب راحة قواه الله إيه قواه الله إيه ياهولي نزل حملها ماكو حامل يفتعدها ياهولي نزل حملها ياهولي نزل حملها علمها طالعة من خدارها أولا يزين بالمظلوم أولا يزين بالمظلوم أولا يزين بالمظلوم من بعد عباس يحديها لشمر من بعد عباس يحديها لشمر من بعد عباس يحديها لشمر أولا يزين بالمظلوم أولا يزين بالمظلوم أولا يزين بالمظلوم لا تخاف على صدرك أولا يزين بالمظلوم أولا يزين بالمظلوم رحمة اللي شلون زينه باقية ابليا لوحشة ميت كل القمارها بتخلوا ميت كل قمارها او الله هي زينة بالمظلومة او الاهي زينة بالمظلومة او الاهي زينة بالمظلومة شوفني حتى لا تخربط أعيد أعيد أولا هي زينة بالمظلومة أولا هي زينة بالمظلومة أولا هي زينة بالمظلومة والمخدارة ومتحاوطة بذين تلشيا خدارة متحاوطة بذين تلشيا هو أبو فاضل يمسح ثار الجدم هو أبو فاضل يمسح ثار جدم شلون زينة بالباقي بلايخي شلون زينة بالمظلومة يلا يلا بليلا وحش وميت كل أقمارها بليلا وح ميت كل أقمارها أولا هي زينة بالمظلومة أولا هي زينة بالمظلومة أولا هي زينة بالمظلومة أولا هزينة بالمظلومة خايخة عباسب القنطرة ضمع ايشلون طلعت للي سرون كدار هايخ عباسب القنطرة هايزينب يا خلق مؤيمار هايزينب يا خلق هاي دنيا تعجبت بستارها هاي دنيا عجبت بستارها هاي اولا يزينب المظلوم هلا عفية اي 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 حضرك اي حضرك ابو فاضل اي اولا يزينب اي اولا اوجع اي شلون طلعت للي سرون اي شلون طلعت للي سرون كدار هايخة عباسب القنطرة هايخة عباسب اي هايزينب يا خلق مؤيمار هايزينب يا خلق اي وهاي دنيا تعجبت بستارها هاي دنيا تعجب بستارها اولا يزينب المظلوم اولا يزينب المظلوم شلط ماذا ما شاء الله اولا اولا يزينب المظلوم اولا يزينب المظلوم اولا يزينب المظلوم اي شلون بتحي دار تطر ذاكي لدرب شلون بتحي دار تطر ذاكي لدرب شتفه وصاب وانت نظرها الغرب شتفه وصاب وانت نظرها الله لما لمحها نسان تالي تنظره ما لمحها نسان تالي تنظره هاي ما كانت تجي بأفكارها هاي ما كانت تجي بأفكارها اولا يزينب المظلوم اولا يزينب المظلوم أي والله بيت ينون نختم بعد أي الثانية الوصول هلأ أي الثانية أي الثانية أي شلون بيت حدر تطل شلون بتحن دار تطر دا كي دارم شتف صوب وانت نظر هالغرب شتف صوب وانت نظر هالغرب ما لما حنسان تا لي تنظر ما لما حنسان تا يا علي يا علي وهي ما كانت تجيب أفكارها هاي ما كانت تجيب أفكارها أولا هي زين بالمظلومة 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 ضل الكفا لم دلله تطوب زيان بسوق هاي المشكلة يلا يعاشت بضل الكفا دل الله تطوب زيان بسوق هاي المشكلة شلون تنطين موضع موئلة شلون تنطين الناس ما عرفت شنو مقدارها الناس ما عرفت شنو مقدارها اوالا يزين بالمظلوم بيت الدعاء بعض ايه اوالا يزين بالمظلوم لا تخاف اوج 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 ايه اوالا يزين بالمظلوم ايه من كهف خوانها دخلت قصر ايه من كهف خوانها دخلت قصر يا حسافة طبت بمجلس كفر بينوادم كلنا وياها غدر ولي قبع بامها وغرب بكتارها من كهف خوانها دخلت قصر يا حسافة طبت بمجلس كفر بينوادم كلنا وياها غدر بينوا كلنا وياها غدر قبع بامها وغرب بكتارها قبعها وغرب بكتارها اوالا يزين بالمظلوم ايه على يدي على يدي اوالا يزين بالمظلوم مكانك مكانك ايه اوالا يزين بالمظلوم اوالا يزين بالمظلوم ويلي ويلي جينا ننشد كربل عليها نعتب نقول هاي رجال والدور الغليب نقول هاي رجال والدور الغليب حرم زين بيش مطلوب وذنب حرم زين بيش مطلوب وذنب فوق جتل حسين ومسلبين فوق جتل حسين الله اوالا يزين بالمسبي ولا اوالا يزين بالمظلوم وياي وحسين 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 موسيقى بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي مكانك بعدني ما خاتم بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله كلمة وحدة أشكت حسين أبو اليم ورضعت أحزان وهموم واللي لومني بحب غابت عنا معلوم هو العشق بقانون حتى العاشق تلوم أبشي ليش ما أبشي وما ممسلب دوم آي 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 آ آي آ 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 جونا السامحون تبرونا الذنب لزاكم الله خير التعب الآن المجهود الآن الثمر الدعاية كثيرا وصلنا من أول الباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل وليك الفرج اللهم فقنا لخدمة الحسين طل في أعمارنا لخدمته من كان في مجلسنا مريض من أوصانا أوصاكم بالدعاء لمرضى سيما المنظورين من يا ربي عليهم جميعا بالسلامة والعافية يا الله أصحاب الحوائج أصحاب الأمور الصعبة طلاب الذرية اللهم بلوعة هذا اليوم أقضي حوائج المحتاجين يا الله حرمة صاحب الزمان تقبل منا من الحاضرين والقائمين والمؤسسين واجعل ما قدموه مدخورا في صحيفة أعمالنا وأعمالهم جعلنا من المعزين المقبولين المرضيين المنظورين المعنيين عند مولاتنا الزهراء تقبل يا ربي منا في الليالي الماضي ومن الليالي الآتي عزاءنا مواساتنا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات خدمة الحسين جميعا بلغ الله أغم الجميع الفاتحة مع الصلوات ثلاث مرات بأعلى الأصوات بأعلى الأصوات أموات Try ساة 20